طيب ليه امريكا عايزة هذا الاتفاق وياه سر حضور كوشنر قد نظرنا بيتطمن على فلوسه وحاجاته الرجل ليوم حاجات كتيرة جدا جدا تحددنا بالامس استكمال اللي ما ذكرناها بك اننا ترامب بيبحث عن البقاء في السلطة باي شكل فضلوا اسبوعين على موعد الرحيل بيحاول يوقض حرب مع ايران على امل انه يظل على حسابها في السلطة لمدة اطول او هتقول لي انسى اصل ترامب الجملة اللي بتردد دي جماعة بتجيب لي حالة غفايان انه ترامب عايز يختم يسيب في انجازات في تليقه حقيقة ترامب بيهدم كل ثوابت السياسة الامريكية بيطعن في نزاية الانتخابات طعن في الاعلان تسبل كل عمل كل حاجة ولا فريق مع اي حاجة ومستعد يحرق المحبد عشر مرات لكي يبقى شيفري معايا حاجة مندي فما فيش اي حاجة بيعملها ترامب تخليه ان هو الرجل من بتاع السجل وسيذكرني التاريخ ولا هو ما له وعليه لا ما فيش الكلام ده خالص ولا فريق معاك قصة دي كلها الحكاية هي البقاء في الكرسي في حكاية اصله هو بيضغط عشان كذا كذا ما فيش ترامب حاجتين في تقديرنا اللي ما يعنيش اي حد في تقديرنا اللي ما يعنيش اي حد حاجتين ما لهمش تاني لتطبيع عشان كاي بقولك ربنا يوسم خمس عشر يوم الجايين لحرب غض النازل على الفلوس لتطبيع لحرب لانه تاني حاجة ممكن يخدمها ترامب بعد نفسه هو جيش الاحتلال هو وكوشنر ويبقوا متلهفين كده قلتلك ان السعودية لن توقع الا ما تسبقها قطر مش مش ممكن السعودية تروح تقلع من غير قطر ما تقلع معاه يعني ما تروح يمين تروح شمال وحكيت لك الموضوع ده والمشهد برضو في تحليلنا عشرات المرات اسهبنا فيه كثيرا يعني لا الا ايران فيه حاجة تعمل ضد ايران وايران فلازم المشهد الخليجي يكون على حد ادنى من التوافق ده بالنسبة لامريكا بالنسبة للسعودية وابن سلمان انا حكيت لك وبرضو بالنسبة للسعودية وابن سلمان ربنا يستر من الخمستاشر يوم الجايين فبالنسبة لامريكا عايزة ايه امريكا ترامب وكوشنر ايه اعتقد خلاص مع بعض اتلنا خالص حكاية السجل والتاريخ والسعادكم التاريخ انه مشاشر لبالمصالح ولا كتب التاريخ دي كلها تسوى دولار عند ترامب ولا تفرق هيتقال عليه ايه وابتاع الراجل عمل كل حاجة عشان يتقال عليه اسوى حاجة ولا بيفكر فيها خالص طب ده تحليل لا ده واقع حضرك تقدر تقرأ من قد ترامب مجرد ما تقرأ خمس دقايق عشر دقايق شوف ترامب بيعمل ايه تكتشف انه مش فارقة حاجة هدم كل اللي امريكا حاولت تصدره للعالم ترامب خلص عليه كل الصورة اللي كانت بينهم وبين العملاء بتوحهم ترامب خلص عليه كل المشاهد واصل انتخابات والاعلام الامريكا كل حاجة خلص عليه ترامب فمش فارقة معاه حكاية المشاهد دي خالص فيبقى ترامب يفضله عايز امن الحكاية ايه اللي يعوزوا معها كل واحد لازم يكون عايز حاجة من الحكاية اخطي لك قطر اهم حاجة عايزها هي فك الحصار بلا اي مواربة ده اهم طلب لقطر طب كل واحد عايز حاجة شكيها لو تكسيسي بارح بيقول طب وانا هاخد ايه لازم كل واحد هي كده طبيعة الدنيا انا هاخد ايه فانا هاخد ايه كسيسي ان السيسي بيتعامل كسيسي مش مصر لو مصر اصلا ما يبقاش فيه كل المشاهد دي لو الحسابات حسابات مصر لا يمكن يكون كل المشاهد دي مع قطر او مع ليبيا او مع حماس او مع تركيا او في البحر البيض او مع اسيوبيا او ما كانش انقلاب وما كانش القتل وما كانتش السجون واشرات الحاجات اللي هي لا تستطيع انها تمكن انها ضد مصلحة مصر واقسم مصر ونص شمال ونص يمين وباع الوهم للمسكين ربنا تسلم ايدين اللي كتب وربنا يجعلها في مزان حسناته المهم فمش مصر فكل واحد عايز ايه قطر خدت ايه ده اللي هي عايزها الشتاني هي ده اللي عايزها قطر طيب السعودية ابن سلمان والعرش وخشقتش هي الحكاية كلها مرتبطة بالعرش قالك لن يمنعني عنه الا الموت فاكريني الجملة دي بتاعت محمد ابن سلمان لها نفس تنوعة جملة اللي قرب منها اشيله من عوش الارض وكأنها المصر لكنها للسيسي لما قلت تلك الجملة فقط filت محمد ابن سلمان كان واضح وراجل واضح جدا لن يمنعني عنها الا الموت ابوث احضن اعمل اسوي اأتي لعمل لن يمنعني عنها الا الموت لازم تحترم اسراره فاهم طيب طلبها ايه مش محتاجة اقولي طيب ااااااااااااااااااااااااااااواى أمريكا لازم امريكا يبقى ترامب بيعمل دا وكوشنر كوشنر كوشنر دا ينعي ولد ويصلح ساعات اديه عنده بفلوس ما فيش حاجة مش ممكن يروح مشوار كده غير الفلوس غير الفلوس طبعا امريكا هذا المشهد ثلاث سنين ونص حلبت حتى الثمالة الجميع قولي طب زنب اللي عمل المصيبة زنب اللي عمل المصيبة قولي وقطر دفعت دافعت صادق طبعا لا يقارن باللي دفعته السعودية والامارات لكنها دافعت طب وهي زنب مين زنب اللي حطينا في الموقف المنيل دا فبغض النظر على الفلوس سيبك من الفلوس دي على جنب امريكا لازم تكون عندها طلب في تقدرنا اللي لا يعني اي حد ممكن ترميه وعادي جدا وممكن الايام تثبت خطأه وكده وكل الانشتان يخطئ احنا بنفرق بين المعلومة دايما بقول لحضراتك كده وبين التحليل تحليلنا امريكا عندها حد تاني لا الا في مشهد تطبيع الخلال خمستاشر يوم قطر ستشارك فيه السعودية مثلا بس لازم يبقى خلال خمستاشر يوم لان قطر لو تجاوزت خمستاشر يوم هتتجاوزت دا لو في حكاية التطبيع يقيني ايه حتة تانية ما تخصكش مش ما تخصكش يعني بمعنى سيء لا بتاعش احشان لو قلتها احيانا احيانا جتيرة دايما بأكد لحضرتك انه بفضل الله وحده كل ما نقوله هو الحقيقة او ما نزعم او وقرف يقننا انه الحقيقة طب هل نقول كل الحقيقة لا لا بمنتهى الوضوح لا واحيانا يشهد ربنا ما بنديش لاشخاص او دول قدرها وحقها عشان شهدتنا هتكون مجروحة فانا هسيب لك رأي الشخصي لكن انا بحللك المشهد ايه امريكا حاجة من اتنين في المشهد دا خمستاشر يوم الجايين فيه بنا سهل يسر على القص الملكي عندنا التطبيع السعودية تكون عايزة قطر للتطبيع دا طبعا لمصلحة الترامب ومصلحة سعودية اه بس ترامب هيبقى عايز النقطة دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يخدم عليها غير نفسه غير ترامب او يكون في مشهد ضد ايران نهاردة ابن سلمان بيتحدث عن GP عن ايران وتوحيد الجهود ضدها ها؟ القمة أدت إلى اتفاق لتوحيد الجهود ضد إيران هذه الجودة المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخريجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصل الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وطلعاتها ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة تحدياتها تحيط بنا وخاصة التحديات لمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجها للصواريخة بارستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكراءة في أنشطة الارهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لا يمكن يكون من مصلحة المنطقة ولا يمكن يكون من مصلحة المسلمين سنة أو شيعة ولا يمكن يكون من مصلحة العرب ولا يمكن أن يكون في حرب مع إيران لا يمكن يكون دا من المصلحة زي ما يكونش عمره ما يكون في المصلحة أن إحنا نقسم والدولة دي تتقطع منا حتة عمره ما دا بيكون من المصلحة المصلحة في الوحدة والمصلحة والحرب العراقية الإيرانية حقيقة الأمة دفعت تمنها كلها مسلم شيعية الأمة دفعت تمنها كلها وقدرت فيها مئات المليارات عشر سنين من اللحم الحي إنه هو العدو لكن مصلحة أمريكا أن إيران تكون عدو ومصلحة إسرائيل أن يكون في عدو تاني غير إيران تلك الكلمات تثير التساؤلات لكنها ما بتخليش كافة الحرب على إيران تطب الاتنين موجودين في الكافة لتطبيع لحرض وإلا يبقى في شيء غلط بعيدة أن إحنا هيكون تحللنا غلط وارد جدا لكن هيكون في حاجة غلط أمريكا لا يمكن تعمل كده ولا بس كمان عشان السعودية يعني أنه السعودية آه السعودية عايزة ودفعة ومصرة لأسباب كتيرة جدا على هذا الصلح وأنه لولا أن السعودية مصرة إطلاقا لا كانتش بلعت حاجات كتيرة لا كانت تجاوز الدولة كانت قفزت فوق مصر والبحرين بص قاعدة كل حاجة ماشي 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 يعني مش قادرة تنسى البحرين تقول للسعودية أنت متخل إيه المكالمة اللي كنت دارت في الكواليس بحرين الملك ما يحضرش السعودية ده شيء خطير حصلش يعني مصر النهاردة أداء السعودية الإعلام السعودي كل الكاميرات التلفزيونية وكاميرات التصوير ما فيه صورة لسامح شكري إيه الإهانة دي؟ صورة صورة لسامح شكري طب لما كانوا بينادوا على الناس توقع وكده كل واحد لما بيتقال اسمه كانوا بيجيبوا صورته حتى دي التلفزيوني السعودي ما جابش صورة السامح شكري والسورس كان النهاردة تلفزيوني السعودي مش الجزيرة السورس كان التلفزيوني السعودي مش الجزيرة بعيدة على الفلوس هل سؤال ان ترامب الحرب على إيران هيعمل مصيبة في أيامه الأخير؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر